أهلا وسهلا بحضراتكم مارتانيا في فقرة خاصة جدا في 90 دقيقة عن أديب كبير ومثقف وأيضا كان سياسي مهم وهو الكاتب الكبير يوسف السباعي الراحل أو زي ما بيتوصف في بعض الأحيان بفارس الرومانسية روايات كثيرة نحن رنزرع الشوق إني راحي لأرض النفاق السقق مات غيرها كثير من الأعمال المهمة اللي لسه عيشة في وسطنا لحد النهاردة إحنا طبعا بنسعد باستعادة تاريخه ورحلته الثقافية والفكرية والحديث عن أبرز محطات هذه الرحلة مع حفيده دكتور عبد الوهاب الغندور أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس وحفيد الأديب الكبير الراحل يوسف السباعي أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك كنت بحاول ألاقي كده بعض العوامل المشتركة أو القواسم المشتركة مع حضرتك مع الأديب الكبير الراحل يوسف السباعي حب للقراءة مثلا محطات معينة بتشتركوا فيها بس قلت لي لا خلصت السؤال بسرعة طيب النهاردة يعني احنا بنحي ذكرى تتوقف عند أني مراحل أو محطات أنا أولا المحطة المهمة بالنسبة لي هي المحطة اللي أنا عصرت فيها والمحطة اللي أنا عصرت فيها دي كانت في الفترة الأولى من طفولتي اللي هي لحد سنة عشر سنوات وأنا أفكر في لحد سنة عشر سنوات دي كنا عايشين ومقيمين معاهم حتى في البيت ما بين المؤطم بيته في المؤطم وبين مصر الجديدة كلنا كعائلة يعني وكنت مرتبط قوي به في الفترة دي حتى كنت بحاول قدر الإمكان هو كان شخصية منضبطة جدا ومعنى كلمة منضبطة أنه عنده مواعيد لكل حاجة بيصحى بادري عنده مواعيد يلعب فيها رياضة عنده مواعيد يروح الشغل حتى لو فيه شغل كتير يرجع الساعة ثلاثة عنده مواعيد ينزل للشغل بالليل تسعة يكون في البيت أنا شفت البرنامج المنضبط ده احنا وحاج بتتكلم بنشوف صور مميزة قوي على الشاشة لو تحب تبص معينا دي في الفترة اللي أنا بكلم حضرتك عنه أول عشر سنين فالبرنامج المنضبط ده أنا عصرته في العشر سنين دول وبيعمله بطريقة سيستماتيك أو بطريقة دورية ويمكن دي من ضمن الحاجات المهمة أنه كل واحد يتعلمها أنا أول واحد ما تعلمتهاش يعني كنت منضبط بس بعد كده هوا بطلت انضباط لكن حاولت أكون منضبط زيه ما عرفتش وكان جنب أنه منضبط كان بيستطيع ودي يمكن حاجة من الحاجات اللي اكتشفت أنها صعبة جدا بعد كده أنه بيستطيع يستمتع بيومه أيا كان اليوم ده فيه إيه فيه حاجات تبسط فيه حاجات تزعل لكن هو على طول مستمتع بيه اليوم أيا كان وفي نفس الوقت هو كان عنده فلسفة يعني كان يقول لي زمان يقول لي حاول قدر الإمكان أنك ما تعملش اللي أنت بتحبه حاول تحب اللي أنت بتعمله ويمكن دي من ضمن الحاجات اللي خليته يقدر يستمتع بحياته أنه هو مش مشترط عشان يبقى سعيد أنه يعمل حاجات معينة بحبها إنما الحياة حطت قدامه واجبات هو لازم يعملها فهو هذه الواجبات هيحبب نفسه فيها بحيث أنه يبقى مبسوط وهو بيعملها دي حكمة حياتية مهمة فدي حكمة مهمة جدا صحيح وتفرق كتير جدا بالنسبة لي اللي بيسموه جودة حياة كل حد فينا فدي من الحاجات يمكن اللي أنا أذكرها أذكر كمان أنه كان بسيط في التعامل يعني ما عندوش الشكليات ويمكن عدم وجود الشكليات والبساطة دي من ضمن أسباب السعادة يعني أنا فاكر أنه في فترة من الفترات هو كان جيف كذا منصب من ضمنهم وزير ثقافة ووزير إعلام مسك مجلس إضافة الأهرام أنا مش فاكر أنه كشخصية اتغير في تصرفاته قبل وبعد ما بين منصب التين فهو كان مثلا متعود دايما أنه يقعد في الكرسي لجنب السواء ما بطلش يقعد في الكرسي لجنب السواء بعد ما بقى وزير ما بطلش العادات اللي كان بيعملها ما كانش بيتصرف بأسلوب مختلف بصفة عامة يعني من ضمن الحاجات برضو اللي أذكرها أنه هو كان دايما بيحط وقت كبير للعيلة بمعنى آخر هو عامل لامم العيلة حواليه ولامم العيلة حواليه مش كواجب لأنه هو شخص بيبعث على البهجة أن الواحد يبقى قريب منه بيستحب تاعد معه وبالتالي هما بيحبوا يتلموا حواليه يمكن اللامة دي إحنا افتقدناها بعد ما توفى يوم الجمعة وفي المناسبات وهو دايما كان بيدور على الناس ما يستنىش الناس تدور عليه فدي كلها حاجات من الحاجات يعني الواحد بيحاول يعمل زيها بس هو كان عنده طاقة ما قدرش أقول لحاجاتك أنه أنا شفت حد تاني عنده هذا القدر من الطاقة الإيجابية يوجد البهجة في المكان اللي هو فيه طيب كأب بقى يعني احنا كمان كنا لسه بنشوف صور ياريت نشوفها تاني لحضرتك وانت معي خلال عشر سنين دول إيه المواقف اللي تذكرها فيه التعامل بقى الأبوي معك لا هو ما كانش هواخد الجزئية لأنه هو جدي يعني مثلا لو تفتكر حاجات عن الصور هو جدي فهو كان واخد الجزء بتاع البوزان يعني هو اللي هيدلع لكن الجزء بتاع التربية كان واخده والد دكتور أحمد الغندور وعشان كده أنا قد بس أحدة الجد بيبقى ليه دور برضو كده يعني يقوله عز الولد والد الولد بيشد برضو التربية وكله مش بقى مش واخدها بالطريقة دي واخدها بصورة نصايح أثناء اللعب وأثناء الهزار بس الحاجات اللي قلها لي كلها زي اللي أنا قلتها الحركة في الأول دي بيقلها لي حاجات مهمة جدا بس ما بيجيبهاش عمره يعني ما كانش هواخد الزون بتاع التربية والدين بصفة عامة عشان كده 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 في الفترة دي بحب دايما أبقى معاه وأتجنب أبويا قدر الإمكان تنبسط معاه وبعد كده أبويا حتى قال لي قال لي بص أنا كان لازم يبقى أنا جديد معاك لأنه هو خلص كل القدر بتاع الدلع اللي ممكن حد يدلعه فلازم حد يربي بقى الوزنة الوزنة اللي تتعمل فكان هو اللي عليه عبء الوزنة دي فمضطر أنه ياخد يعني يلبسه بالشخصية السخيفة اللي دمها تقيل طب الأعمال بتاعته إيه حبي تقوله إيه معلق في زهنك كده بشكل كده؟ فهو أعماله عمتاً اللي أنا لحيستها يعني لأن أنا بيت في سنة معين قريطت يمكن 90% من كتبه بيسيطر عليها فكرتين وأهم فكرة في الفكرتين دول كانت فكرة الموت لأنه هو والده والدته مات وهو في سنة صغيرة جداً فهو يمكن عاش حياته كلها بيحاول أنه يتجاوز الفكرة دي مش يتجاوز لكن يحاول قدر الإمكان أنه يتعود على فكرة الموت وأن الموت دي حاجة مش لازم الواحد يخاف منها ولازم يتعامل معاه فكان جزء كبير من كتاباته بيتعرض فيه لقصة الموت زي مثلاً السقامات السقامات صح السقامات يمكن في الفيلم كان فيلم حزين لكن القصة مش كده خالص بس فيها برضو لمحات مأساوية فيها لمحات مأساوية لكن عنده بقى قصص تانية زي مثلاً نائب عزرائيل والبحث عن جسد دي مختلفة خالص طبعاً لكن هي مورر لس خيال علمي ولكن خيال علمي موت من دهك مغرق في ال يموت من دهك فبالتالي هو بيحاول قدر الإمكان أنه يقنع نفسه أن الموت ما فيش لازم أنه نخاف منه لأنه جاي جاي دي نقطة من النقطة اللي كانت مسيطرة على الكتابات بجانب بقى الجزء الرومانسي طبعاً في كتاباته لكن بيميزها كمان بأسلوب الثالث يعني أنا جات لي الفرصة أن يسمعوا بيتكلم في الحديث العادي جداً وشوف الكتابات فأنا دايماً لما كنت بقى أرى كتبه وده اللي خلاني يعرف أراها أنه هو بيكتب زي ما بيكلم بالزبط ما فيش اللغة العميقة الصعبة اللي تاخد مجهود في الفيلم وده على فكرة كان مميزه ما بين أدباء نفس الجيل وفي نفس الوقت كان لأنه سلوه مسالس وسهل بالزبط ولكن فيه ناس ما كانوش معجبين بكده يعني طه حسين بيشوفوا أنه ما يصحش أنه يكتب العربي مدرسة مختلفة خالص لازم يكتب عربي معقد شوية لكن أنا بقول لحضرتك أنك تابعته كأنه قاعد بيكلمني عشان كده أنا كنت بستمتع أني قاعد أقرأ كتب دي لأنني بستحضر وجوده مرة تانية معنا صحيح كأنه بتعيشه مرة تانية بالزبط طب بمناسبة كده إيه رأيك نشوف جزء من حوار الإعلامي الكبير طارق حبيب مع الأديب الكبير طبعاً يوصف السباع ونرجع نكمل ده من أجمل حوارات يريد جداً نشوف يعني تحديداً اللقاء ده مليان كواليس عن مجموعة من الأدباء جيل معين كده محدد بيحكي وبيكشف لنا كواليس كتير أنت كنت عارف طبعاً سمعت اللقاء ده قبل كده انت بعطك عنه إيه نفس الشخصية الموجودة اللي شفتها في البيت يعني ما كانش فيه حاجة جديدة لأنه هو كان بيحكي لنا كمان الحكايات دي في البيت يعني أنا فاكر كان بيحكي لنا على أبو أنه كان من الناس اللي عايش على طبيعتها زيادة عن لزوم هو أخذ منه الطبيعة دي بمعنى أنه كان بيقول مرة من المرات أن أحمد رامي الشاعر مش عارف حضريك سماية القصة دي ولا لأ كان بالنسبة له محمد السباعي ده حد معروف فقال له تعالى عزمك على الغد فأحمد رامي قال لجدي بقى قال له أنا اتبسط لأنها يعزمني محمد السباعي على الغد هروح بقى أتباهن وعزمني على الغد فبيقول له هو إحنا راحين على الغد قابلنا في الشارع واحد شحات فبيقول لنا لله فقال له أنت عايزت فلوس لي قال له عشان أنا جاعي ناكل قال له تعالى تغدى معانا فقال اللي حكاية انتهت أن أنا رايح معزوم على الغد أنا والشحات فما بقيتش قاعد رحهم رح معاهم فرح كان معاهم فقال خلاص القصة اللي أنا كنت هتباه بها بازك لأني هقول أن محمد السباعي كان عزمني أنا وشحات على الغد بس قصة مختلفة وفيها برضو مباهى أكبر هو كان بيعمل حاجات شبه دي كتير من غير ما يقصد أنه يعملها ببساطة أنا فاكر كنت ساعت في الصيف أجلس الصيف أحب أنزل معا الشغل لأن أنا متأثر قوي بقى بالنظام اليومي بتاعه وعايز أقلده فمن ضمن الحاجات عايز أروح أشوف الشغل بتاعه بيعمل إيه في يومي أيام كان فكنت بركب معا العربية وأياميها كان يمكن وزيز ثقافة فأنا فاكر في المؤطم بيبقى فيه دايما على منزل المؤطم اللي هي الوحدة عربية معاها معزتين مش عارف إيه فشاولت للعربية بتاعته هو نازل فركبها هي والمعزة ونزلها على أول المعاقف الكنابة اللي وراء فهو الحاجات كان شعورك إيه بقى كنت مبسوط بالمعزة أول بأمانة يعني فهو عاش حياته بالطريقة البسيطة دي وبالتالي ما كانش عنده العقد خالص ودي طبعا بتريح طبعا وتبسط اللي حواليه أكيد ومع أنها غريبة على شخص تقلد مناصب كتير مناصب سياسية وغير طبعا مكانته كأديم مهم طب أنت قلتني أنه كان عنده روتين في حياته ملتزم بي جدا ومنضبط جدا وممكن ده بسبب الجيش طب كان روتين ده إيه لأنه روتين ده هو يسحى سبعة الصبح عنده شوية رياضة يعملها وبعدين بعد كده يلبس وينزل الشغل تسعة بالزبط الساعة ثلاثة يبقى موجود على الترابيزة بيتغد ينام مثلا من أربعة لأربعة ونص ويسحى يلبس ينزل الشغل تاني ساعة خمسة يكون في البيت تمانية ونص تسعة كل يوم كل يوم من غير تغييرات من غير تغييرات خالص ويوم الجمعة مخصص يعني هو للعائلة لكن أنا كان بالنسبة لي مخصص لها تماما يعني ياخدني من الصبح يوم الجمعة برنامج بقى لحد بالليل ويبقى فيه في النص حاجة بتتعمل غدا برة مش عارف إيه فهو كان له نظام لحياته مريح ومريح للأعصاب كمان مش كل الناس بتقدر تعمل كده طبعا أيا كان الوضع إلا إذا كان مسافر مش عارف إيه والنظام ده يمشي في الشتاء وفي الصيف طول الوقت وعلى طول بيعمل الحاجات اللي هو بيعملها هو نفسيا مرتاح ومبتسم أيا كان الوضع فطبعا يعني الجوانب دي يعني بصي احنا بنحاول نقلدها لكن ما اعتقدش عندنا القدر ان احنا نعمل كده العصر يختلف كمان دلوقتي أو يعني جو العام لكن هو الفكرة كلها ازاي الواحد بيربي نفسه عشان يقدر يتعامل مع الحياة مها مش ممكن الحياة بقى ظريفة كلها طبعا طب بما احنا شفنا الجزء من اللقاء مع الإعلامي طارق حبيب برضو في لقاء تاني كان مهم جدا وميز جدا مع الإعلامية القديرة ملك إسماعيل إرايك نشوفه يعني ما قدم في اللقاء ده كأنه نظرة فلسفية أو مدرسة في الفلسفة ورؤية مختلفة في الحياة الفرق بين السلوك والأخلاق شايف النظرة دي ازاي ووضح نكت متفقة جدا مع كل يعني الذكريات اللي حتى تك بتحكيها هو هو ما بيعقدش المسائل او وبالتالي دايما بيفكر في الحاجات بأسلوب المنطق البسيط وده يريح الواحد جدا يعني هو مضمون القصة إن أنا لازم أكون متصالح مع نفسي وأخلاقي كويسة عشان أعرف أشتغل بهدوء وأنتج وووووو طريقته كده وأنا فاكر برضو أنه أما ابتدت كتابة كان بيحكي لي قصة فيها المنطق البسيط ده اللي هي هو كان راجل زابط في الجيش فظابط في الجيش ده عليه مجموعة دراسات لازم يعملها عشان يوصل إلى إلى مرتبة معينة بيسموها يمكن في الجيش كلية أركان حرب ياخدها عشان يقدر بعد كده يبقى من القادة وأواء وأواء فهو اكتشف في نفسه بعد ما دخل الجيش إنه هو بيحب الكتابة كتر فقعد حامل الهام إزاي هيسيب القصة بتاعة كلية أركان حرب دي والجيش ومش عارفين يروح يقول لهم أنا هكتب وهينتقد جدا فعمل حاجة ظريفة جدا أنا أنا خلص اللي علي خلص عشان مبتديش أكتب قصص وبعدين هم يقولوا لي ده فشل وبتدي أكتب قصص لما أنت فالح يبقى أخد كلية الأركان حرب ودي زي الماجستير في الجيش فقال رحت داخل وخلصت كلية أركان حرب عشان ما يقولوا أنت فالح أقول لهم خدته فإيه كان بيحل المسائل بالمنطقة البسيط وهي فلسفته كده في حياته كلها إن المسائل تمشي كان مثلا أنا فاكرة ما كان يبقى في الأهرام كان مدير مكتبه وده مدير مكتبه في كل حتة اللي راحها يبقى عنده مجموعة ناس كتيرة قوي مستنيها في الانتظار فما كان يقوله فلان وفلان 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 برة يقوله دخلهم لي كلهم مرة واحدة مرة واحدة فأما كنا بنسأله ليه أنا سمعته بيقول يقول عشان أنا أكيد الناس اللي دخل دي كل واحد عنده حاجة هيشتمل فيها في التالي فحطهم ودخلتهم كلهم مرة واحدة أولا هيوفر على نفسهم شتبتهم في بعض ويمكن يتصلحوا ويقضوا مصلحاتهم في جو أسري ظريف ونوفر الوقت اللي فيش تيمة والقصص دي حكمة ممكن نطبقها في طول الوقت على فكرة فلسافة جديدة تماما طبعا ويخلي الناس تبقى تتحسن علاقتها ببعض ببساطة يعني دي حاجة مهمة جدا نسمح لي أطلع بيها الفاصل نرجع مرة تانية اللي حوارنا مع حضرتك اشتركوا في القناة